بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا سلام على جمال حضرة النبي في الأيام المباركة أيام رمضان اللي هي في الحقيقة بتشوقنا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعشان كده احنا بنعيش معاه وفسرته وياخد بأيدينا ويمر علينا على جوانب حياتنا ويفرجنا على مواطن النور في كل مجال من مجالات حياتنا فما أحلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتغمسنا في النور وإحنا ماشيين في نهار شهر رمضان النهاردة هنيجي من موقف من مواقف البديعة في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة نعود ونتأملها عشان تنشر في قلوبنا دين ورقة ومحبة وكمان حكمة في الحياة يتبين من موقف ده حاجات عجيبة في سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة حضرة النبي في كتب السيرة بتقول إن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيقول خركت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل اللي ضعيف يعني عنده هو جمل بس الجمل بتاعه على قد حاله يعني مشيته بطيئة وحركته بطيئة فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ايه لما قفل لما رجع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة لحضرة النبي اللي يحصل مشوا أسرعوا ومشوا خلاص بقى خلاصين عايزين يرجعوا يلحاوا يرجعوا إلى بيوتهم وجعلتوا أتخلف يعني هم مشيين بسرعة وأنا بتأخر عنهم حتى أدراكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نعرف إن حضرة النبي كان ماشي وراهم مش ماشي قدامهم عشان يبقى هو حمايتهم ويبقى هو درعهم صلى الله عليه وسلم من أي خطر ممكن يجالهم من ظهرهم فقال ما لك يا جابر يا سلام على سؤال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الحنية ده فقال قلت يا رسول الله أبطأني جملي هذا حضرة النبي قال له ايه انخه يعني خليه نخ فانخته سمعت كلام حضرة النبي واناخ الرسول الله وحضرة النبي رحمه منزل جمله كمان ثم قال اعطني هذه العصى اللي في إيدك دي أو قال له طالي عصى من الشجر فعملت كده فبيقول ففعلته قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخسوا بها نخس الجمل نخست ثم قال اركب فبيقول جابر بقى حصل بقى حالة غريبة ودي من ماذا؟ من كرمات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فركبته فخرج والذي بعث أو بالحق يواهق ناقته مواهقة يعني ايه؟ بسابق ناقة حضرة النبي مسابقة كأنه بقى جمل تاني كأنه تبدل قال وتحدست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي شوف بقى هنا بقى بداية الايه؟ بداية كمال كله قال أتبيعني جملك وطرى بالنواية بيعوا جمله بعد ايه؟ بعد ما نخسوا النخست دي وبقى الجمل السريع قال أتبيعني جملك قال قلت لا يا رسول الله بل أهبه لك أديه لك مجانا هدية مني هبة قال لا ولكن بعنيه لا بعهولي قلت فسمنيه فسمنيه يا رسول الله يعني ايه؟ سومني بقى قال قد أخذته بدرهم حضرة النبي قال له أخي أخذه بدرهم قال قلت لا يا رسول الله إذن تغبونني يا رسول الله وحضرة النبي عارف أكيد أنه ما فيش جمل بدرهم بس نعرف القصة دي قال فبدرهم مين؟ قال قلت لا قال فلم يزل سيدنا جبر بيقول فلم يزل رسول الله يرفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية يعني أربعين ديرا فقلت بعد كده سيدنا جبر بيكمل قصة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقد رضيت فقد رضيت فقال لو رضيته يا رسول الله قال فهو لك قال قد أخذته حضرت نمرح أخذه كده في رواية عن سيدنا جبر أنه اشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع على الجمل إلى المدينة أنه يرجع راكب الجمل ده إلى المدينة فداوت الفقاء بيأخذوا منه الشروط المقترنة بالعقد فلما رجعوا للمدينة زي ما في رواية الإمام بخاري كده بيقول إيه قال صلى الله عليه وسلم لبلال رح نادي على سيدنا بلال قال أدع لي جابرا فجابر حامل إيه وقع قلبه بقع قلبه فرجي فقال قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم خذ جملك ولك الثمن عارفين إيه الإصصة الإصصة أن حضرت النبي ما كانش بيشتري جمل حضرت النبي كان بيحافظ على كرمة بنا آدم هو حس أن سيدنا جابر كان محتاج وحس أن سيدنا جابر حصل له يعني إحساس بالعجز جمل ضعيف وهو محتاج وخاصة أن حضرت النبي سأله بعد كده في باقي الحديث سأله عن جوازه فقال له أن والده سيبله شوية بنات فلذلك هو رح عامل إيه رح متجوز سيب عشان ترعى البنات دي فحضرت النبي عارف أن حاله بعافية شوية وأنه محتاج مساعدة فيعمل إيه حضرت النبي؟ حضرت النبي يعمل التالي يخترع قصة ويأتي بقصة عشان يعلمنا إزاي نحافظ على كرامة البشر كلنا بنتكلم عن جابر الخواطر بس في حاجة قبل جابر الخواطر اسمها الحفاظ على كرامة البشر حضرت النبي ما استناش أن خاطر جابر يتكسر عشان يجبر خاطر سيدنا جابر لكن عمل إيه؟ حضرت النبي حافظ على كرامته وخلاه بيبيعه وبيشتري وقال إيه بيساوم حضرت النبي وواضح أن سيدنا جابر دخل في اللعبة مع حضرت النبي لأنه هو عارف أنه ما فيش جمل بيتباع بدرهم لكن إيه اللي حاصل؟ قال له خلاص تساومني يا رسول الله يعني إيه اللي حاصل؟ يعني تفاصلني نفاصل بقى بعض عشان نوصل للتمن اللي هو فيه حضرت النبي هي نفس اللي عمله حضرت النبي في حديث المسألة عمله هنا عمل حالة من حالات المزاد مع سيدنا جابر خد وهات خد وهات عشان يحسسه بأنه هو فعلا بيبيع ولزاك إيه اللي حاصل؟ بعد كده إيه اللي حاصل؟ ساب ويركب جمله لأنه هو ما كانش بيشتريه ما كانش بيشتريه في الحقيقة ده كان بيدي الفلوس لسيدنا جابر وبعد كده يبقى إيه؟ حضرت النبي لما يقول إنه هو تنازل عن الجمل بتاعه أو حاجة بيتها ما هو سيدنا جابر كمان كان عيتنازل له عن جمله فحضرت النبي قال له خد الجمل وخد كمان الفلوس يبقى حضرت النبي حافظ على كرمته إحنا محتاجين نعمل ده كتير محتاجين نعمل ده كتير مع بعض ما نسيبش الناس تقع في الورطة وبعضين نيجي نقول إحنا ننجب بخطره إحنا محتاجين نحافظ على كرامة بعض محتاجين ببساطة خالص كل واحد فينا في الشغل يحافظ على كرامة التاني بلاش كل واحد فينا يهين التاني حضرت النبي علمنا في سرطه إن إحنا لازم نحافظ على كرامة بعض وخاصة كرامة الناس الضعفاء كرامة الناس اللي على قدهم ما نحسسهمش إنهما عجزة ما نحسسهمش إنهما أغبية لا حضرت النبي علمنا إن إحنا نساعدهم ونقف جنبهم ويبقى عنوانه إن إحنا بنسعف كرامتهم لازم نفهم كده كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي كن عون على إن إنسان ما يخسرش كرامته ولا كرامته توهان حاول تساعده طول الوقت ويا سلام لو كان للشخص إنه أنت بتحافظ على كرامته ده كان من أهل بيتك يا سلام لما تحافظ على كرامة أهل بيتك واحد واحد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمل القصة دي تعالوا نتعود إنه إحنا نعمل القصة دي عشان نحافظ على كرامة اللي حوالين وتعلم من كده وتعلم من ده أولاد حضرت النبي فحافظ سيدنا الحسن والحسين على كرامة الرجل لما أخطأ في الوضوء يا سادة الحفاظ على كرامة البشر هو اللي بيخليهم يحسوا بالمحبة هو اللي بيخلي قلوبهم تشرق بالمحبة وتتعلق بالناس إحنا لازم ندعم عزة النفس في الناس في أولادنا في أحبابنا وإذا ما عملناش كده يبقى إحنا نوجع نفسنا قوي نعمل إيه بقى عشان نحافظ على كرامة الناس أول حاجة نكون نظرتنا دقيقة عارفين إحنا المواطن اللي بتهزي الناس وبتأثر على كرامتهم لما يحس إنه ضعيف لما يحس إنه هو غبي لما يحس إنه هو ما يملكش المواطن دي لازم نجتمع ونتواصل فيما بيننا عشان نحافظ على كرامة الناس يا سلام لما الواحد يبص كده يلاقي في مكتبه فلوس سيبهاله حد عشان هو يحس إنه هو كان محتاج حاجة ومحبش يهينه ولا يحسسه إنه هو يمدي إيده لحد ويا سلام لما الزوجة تسحى الصبح تلاقي جوزها سيب لها تمن الحاجة اللي هي كانت محتاجها ويا سلام على الإبن لما يحس وهو إبن حي يستحي إنه هو يطلب من أبوه وخاصة في الظروف اللي إحنا فيها دي فيقوم أبوه يسيب له الحاجة ويقول له على فكرة الفلوس دي دي فلوس كنت شئلهالك لما أكفأك على حاجة أنت كنت عملتها زمان كل ده بنحافظ على كرامة بعض لما نتعود إنه نعمل كده إحنا مش بس هنحب بعض هنحس إن في حاجة جوانا ملك للشخص اللي هو حافظ على كرامتنا الحاجة دي هو إنه هو حافظ على الإنسانية اللي فينا هقول لكم على ثلاث حاجات نعملها عشان نقدر نساعد بعض على إنه نحن نحافظ على كرامة بعض أول حاجة لو سمحت بطل لما تشوف حد عنده مشكلة إن انت تيجي تنصحه في المشكلة دي في اللحظة اللي هو ضعيف وموجوع فيها لا أقف جنبه وتجاوز المشكلة وجايز احتمال كبير جدا هو ما يبقاش محتاج النصيحة دي لأنه ساعتها يكون يتعلم الدرس لما زوجتك تكون وقع في مشكلة إنها تأخرت في إنها تجاهز لعزومة أو تأخرت إنها تعمل حاجة لأولادها ما تجيش في اللحظة دي وتوقفها وتزنبها لا أقف جنبها أقف جنبها وتجاوزوا الحالة دي ولما هتتجاوزوها بعد كده هتيجي تشكرك وتقول لك لكن قلها المرة الجاية هنبتدي بدري وساعتها هتتعلم الدرس بأحن طريقة ممكنة لأن انت حفظت على كرامتها الحاجة التانية لما يجي إنسان ويكون محتاج فلوس لو سمحت اختلق أي حاجة اختلق أي مسابقة أي حاجة واعمل أي شيء عشان تديله فلوس دي وخاصة لو كان هو عزيز النفس اعمل كده عشان ربنا إن شاء الله يبارك لك وما نقص ماله من صدق الحاجة الأخيرة تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى على الدوام أن يحافظ على كرامة أحبابنا وندعي بظاهر الغيب لو ما قدرناش نساعد حد أن نحن ندعي له أن ربنا سبحانه وتعالى يستره ويحافظ على كرامتك خلي ورد عندك كل يوم عشان ربنا يحافظ على كرامة أحبابك يا رب اجعلنا من أهل الكرام على الدوام ولا تحرمنا أبدا سترك يا رب العالمين واجعلنا ستر لكل من تحيطه شفاقتنا يا رب العالمين واجعلنا باب من أبواب الدعم يا رب العالمين يا رب العالمين شكرا